زيادة و سارة لو عندكم جائزة تعطوه لأفضل تيكتوكر لمن تعطوها؟ ليكو تعال ها ميلادو من السارة بشيلي إليك بلعلك بالمسافة ولا بالحياة؟ بالمسافة ولا محبة والله بالاتنين بالاتنين ما تحرفها طيب مبروك أخدتوا أفضل جائزة تيكتوكر زي السنة من زيادة و سارة ياااا شكرا والله هايدي أغلى من الجائزة المظبوطة حبيبي يالله رغ دوي سارة بأنهم أصحابي؟ لا صراحة كتير يحضل التعامل بتحطوا مابا مابا ما أقدر أحدد اسم رعي زينب البلوشي أحبك وأحبها وأحبها أنت اوه اوه اوكي شكرا شكرا لك عرب اليوزيك في شاب اسمه يوسف اسماعيل كتير هي مجمومش أنا ديلة هدي لو عندك جائزة تعطيها لده بس تيكتوكر زمين تعطيها ياربي مفيش طريقة أطلع بيها من السؤال ده إيه السؤال ده؟ في طريقة فكرة أنه إيمي عملت حفلة واختارت خمسة صناعة محتوى وما عزم تكيش أنت ومها هديها المها خلاص هسمعك لهم واو اتفاجأت فرحة بالنتيجة فهد هو ليس في تيكتوك لكنه يتحدث عنه في تيكتوك تعطيني ميدالي سياة تعطيني بره شكرا لك تجعلها بسهولة لها مين؟ عكس مفروض إليك أسهل امو اي ميتو اسمه ميتو الشامس صراحة ماشالله عليه أنا كريستي سيرا كريستي سيرا اعم بس تيكتوكرز آه بحب عبير اللي بتطبخ صراحة أنا شهدتي مجروحة بصديقتي عبير الصغير هي جمعة بين الطبخ وقصص تانية كتير وهي بني آدمة جنوين جداً وأنا بحبها وبحبها تفرق على بيتها أحس الشاب الحاشمي يستاهل هوايد واسمه يا سالم عاد يعطيها لنفسي ممكن تعطيها لنفسك ليش لا حلو تعطيها لحدا يعطيني إياها لنفسي الله يعني أكيد لنفسي شو مو من حقي كمان أنا انهدى وانبسط وورجي حالي طبعاً ليش لا أنا ليه اليوم كلنا عم بيعطي جوائز ألا لنفسي أنا رح أنطيها لنفسي يعني صراحة بعم تقولي لي قدمت حمسة إنك موجود اليوم بـ 1 billion followers summit فقدة اليوم مبسوطة إنك هون وشفت كثير ناس تعرفيهم وهيك أصحابي صراحة هذا الإفنت كثير حلو وكثير شي حلو عشان تشوفي الناس اللي بتعرفيهم صليك زمان مش شايفتيهم وحلو اللي صنع المحتوى المتدئين عشان ياخدوا خبرة من الناس الأقدم منهم والأنجح فشي كثير حلو صراحة إنتي من أكمن سنة بس بلشتي وأورادي ما شاء الله الكنتن تاعك الناس تير عم بحبوه فكنت عارفة أو حسيتي أنك رح توصلي ويصير عندي هالريتش هذا كله بفترة زمنية مش كتير طويلة كنت عارفة أني حنجح بس لهالدرجة بحياتي ما تخيلت أنا من أنا وصغيرة يعني كان حلمي أكون يوتيوبر كان حلمي يكون عندي عشر تالاف متابع أنا هلأ عندي على كل سوشال ميديا خمستاش مليون فلما بصفن لزيد ما بصنا وعب يعني الحمد لله ليش بتحسي الناس بتحبك أكتر شي؟ شو الشي اللي بيميزك عن الـ other content creators خلينا؟ هلأ كل حد قال له أسلوبه أكد بسوشال ميديا بس بحيث أني ما بحط مساحة بيني بين متابعيني يعني أنا يوم زي الرفقات فهمت أنه ما في مساحة زي رفقاتي فبيحصوني قريبة منهم عشان هيك بيحبوني جيد، حسنا، فأمر رح نلعب معيك اللعبة هلأ سبب الآخر وهو حاولي تسبنت أقوي الشي عندك تماما، الله يسر هلأ شي بتحوثني أوه، أهدف أسوأ أسوأ، حسنا حسنا، شو أسوأ تعليق أحد أكتبك هيا؟ لما كان عميل 14 سنة، أول ما عطاعت أسوش ميديا كانوا يتمروا عأنفي أنو ليك أنفة كبير، مدرجوا، أنا كنت تطلت لطفلة فقد أثار بهذا الشي وعملت نوزجوب بإذواء فكان يصرفيني موضوع وبعد ما عملتي نوزجوب تندمتي ولا مبسطتي إنيك؟ فرحة ما تندمت لأنه صح أنا تأثرت بكلام الناس وتشت هذا الشي غلط لأنني كنت صغيرة بس عملته مشان نفسي أي عمري عملت عملته على السبعة عشر من السنة وعملته مشان نفسي وهلأ وصلت لمرحلة الحمد لله لأنه اللي بيحاول يستنقص منك بيكون هو عنده نقص فهمتي كيفا ما بيهتم للكومنتات السلبية شكرا